مراد يسأل يقول في يوم الجمعة يقول للأسف بنصف ساعة قبل خطبة الجمعة يقرؤون قرآن في الميكروفون و شيء من هذا القبيل أخوي الفاضل يعني هذه حقيقة من الأشياء التي ينبغي التنبه لها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق يوم الجمعة والمقصود بالتحليق هو تدريس العلم أو تدريس حلقات القرآن أو الاجتماع لموعظة أو شيء هذا منعه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق يوم الجمعة لماذا؟ لأن الناس يستعدون الآن لصلاة الجمعة والاستماع إلى خطبتها و يكفي خطبة واحدة يكفي خطبة واحدة فمن الأشياء التي ينبغي التنبيع عليها أنه ما ينبغي أن يكون هناك موعظة أو شيء قبل صلاة الجمعة ولا بعد صلاة الجمعة هناك أخطاء يعني بعض الناس بقصد حسن بعد صلاة الجمعة يقوم فيذكر هذا غلط الجمعة واحدة ليس الجمعتان و في خطبة في الجمعة ما في خطبة قبل الجمعة و خطبة بعد صلاة الجمعة هذا من الأخطاء التي منتشرة للأسف بين المسلمين كذلك حرمان الناس من قراءة القرآن بجعلهم يصغون إلى قارئ واحد هذا خطأ يعني كيف الآن تجعل الناس كلهم لابد أن يستمعوا إلى قارئ واحد الناس ليسوا كلهم عوام أغلب الناس متعلمين و يقرؤون فدعوا الناس يقرؤون دعوا الناس يتعبدون يتلذذون بالقراءة يراجعون حفظهم عموما هذه من الأشياء لكن ينبغي أن لا تثار مشكلة حولها فيعني تنصحون بالتي هي أحسان و بالرفق و باللين و أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع